كاملين مع حضراتكم كابتورة عبدالعال الحديث طبعاً بيبقى موجود كده في الفواصل ببعض الأمور ممكن تكون بتاعة حدث في نادي الزمالك والقرارة ممكن أخذها مجلس الضرب بعدم التجديد لبعض اللاعبين هل فعلاً زي ما قال أستاذ أحمد مرتبطة وصولنا ده السبب من أسباب الرئيسية للتحول داخل نادي الزمالك في الفريق والشكل الفريق وأيضاً الحصول على طوله من نظرة نادي الزمالك إنه هو الثلاثة فدى كمان الثلاثة اللي هو أبو جبل أشرف بن شارقي لا أشرف بن شارقي ده طريقها لأن أشرف كمل كمل ومشي يعني حتى كان الجمالك راضي عنه وهو ماشي إنما المشكلة أبو جبل وطارق اللي هو يعني كان أبو جبل راكب وكان زي ما أنا قلت يمكن لو خدت بالك من كلام الأستاذ أحمد إن أستاذ مرتضى أو المستشار مرتضى أصر إنه دولة تيمشوا ما يكملوش وما يرجعوش تاني كان فيه توقيت زمني لبعض اللعبين هما لو جم في التجديد فاكر أنا أيوة ومرحوش وبتاع لا غير كده كمان يعني موقف طريق حامد كمان كان صعب جدا لأنك انت معندكش حد في نص الملعب والفرقة محتاجة كانش فيه قلق يعني كتن وهم بياخدوا خرزة وانت بتقول مفيش حد ما بص هو خد القرار وعارف إن الدور يضايع خلي بالك بس أنا عايز بقى أنضف الفرقة للسنة الجاية يعني أنضف بقى وابدأ أبني أساس جديد وفرقة جديدة على أساس كله بقى نظافة بقى فلما خد القرار ده ربنا كرمه بقى فيه عدل بقى فيه حب بقى فيه نية صفية بقى فيه لعبة بتموت نفسيها بقى فيه شباب كمان طالع بيزبط نفسه فولع الحتة بين زيزو وإمام عشور وأشف بن شرقي أشف بن شرقي ماشي حسيت بفرقة نا وقدلت وقلناك من كده أكده ما كناش حسين بيه بس خلاص النية عدلت صفيت المكسب بيجيب مكسب بتلعب بأي أحد بينزل يكسر الدنيا بتاخد دوري سنتين وراء بعد وده يحسب للعبة دي بإسلام جابر والمسلوسي وأشرف روقة وعمر السعيد والناس دي وقدلت سنتين وراء بعد فأقوى دوري يعتبر في المنطقة ورغم كده عشان النية صفية لا مش لعبة وحشة يعني ما هنت دلوقتي لما هجيب صفقات هتقعد الناس دي ولا خليهم يكملوا لا هنجيب أعلى بقى هنجيب أعلى بقى لأن انت تموحك دلوقتي انت داخل على أفريقيا فعاز أفريقيا هو النادي الأهلي لما خد أفريقيا خدها ازاي إنه هو دعم جدا وجاب لعبة دولية والكلام ده وخبرك فأنت لازم تجيب لعبة دولية في أماكن يعني أقل حاجة اتنين وراء اتنين في نص ملعب اتنين فرادة بزمالك معه فلوس يجيب لعبة بالشكل ده ها طبعا مش مش أنت مستشار بيقولك على طول ان عام تين وخمسين مليون هيجيب بص قال للمستفقات بس هتلعيبة حتى لو خدت يعني انت بس أنا هتجيبوا عشر لعبة خليهم خمسة بس سوبر يعني بدأ ما تجيبوا عشرة وتدفع فيهم قد كده لا اتفع فيهم قد كده بس سيبوا خمسة بس الخمس لعبة سوبر زي عشر بن شرق الساسي اللعبة اللي هي تضيف لك اللي هي تكسبك اللي تبنى عليها لمدة 3-4 سنين وانت طالع بقى عندك كمان يعني مثلا الاربع خمس شباب اللي هم طالعين اللي هو نمار مع يوسف سامان ابيه مع سيف جعفر مع حسام عبد مجيد مع كمان اتنين طبعا اكيد في حد برضو ملعبش نخلوهم ستة ستة دول مع خمس صفقات جداد مع الهيكل الاساسي النادي الزمالك فوجودش كبالة لا الدنيا تختلف في السنة الجاية تختلف تختلف وبعدين انا بقولك فيه لعبة انت ممكن مثلا زي مثلا الياس الجلاصي ده الياس الجلاصي اه هي المانع لما انا اتعاقد معاه يمشي معنات زمالك يمشي ده كرة كلها زمالك زي ساسي بال كمان هو عالم ساسي كمان في الحتة بتاعة الفولات الساسي ما كانش بيشوب فولات وكان بلعب دماغه لعيب كرة وحاجة محترمة ده برضو نفس الكلام بس اللي بيزيد بقى ان هو كمان بتاع الفولات يعني ما ممكن يخلصتك ماتش فاول